الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم هي مرة واحدة في الحديث لك أنا أكررها لأن داخلا دخل وهل يفشي السلام الداخل على مجلس العلم أو لا يفشي ورد أن الثلاثة نفر أما أحدهم فوجد فجة في الحلقة فجلس فليحررها هذا الداخل هل سلم أم لا يسلم المهم لا تؤمنوا حتى تحبوا أي لا يقموا الإيمانكم حتى تتحببوا فيما بينكم لا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم وحدثني زهير بن حرب فذكروا بسنده والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا المراد بقوله ولا تؤمنوا حتى تحبوا لا يقموا الإيمانكم فهمت يا أيها الداخل فلا تؤمنوا أي لا يقموا الإيمانكم لا تؤمنوا أي لا يقموا الإيمانكم كما تقدم في حديث لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب اليأخي ما يحبه لنفسه أي لا يقموا الإيمانه